سامية من سفيقس مستمع تحس في روحها تبعث في الليمين اللي متاحها في السبام كي تبعث ميلويت ما يجبوهاش كي تعمل دي ريونيون بتحسهم مش يتعاملوا معها بجدية كيفية الحال تونسويت مع ايمين بخوش في كوتشينج اكس برس سامية من سفيقس اللي هي تتعامل مع زملاي في جميع تراب الجمهورية تقول اللي هي تحس في روحها تقولش عليها تبعث في السبام كي تبعث في ميل ما يجبوه حتى حد كي تعمل غيونيون على الفيزيو ولا حتى كي يجيو بحضيها البيرو ما يتبعوهاش ومبعد تحس اللي هي تقول في نفس الحاجات نفس التوصيات هي تخدم في الكاليتي وكل غوفيو دو دي ريكسون نفس التوصيات ونفس الحاجات وحتى شاي ما يقدم يا سامية نحن نعيشو في عصر فيه يسر يسر معلومات وانا نقولو حاجة بوضوح هذيه كان يكون صحيح 15 سنة لتالي نقولو ايبش نكونو ناجعين في التواصل متاعنا يزمنا نكونو واضحين ونكونو معناها ما نطولوش يسر تاوه هذيه ما عادش معناها في العهد هذيه وين فمه بارشة معلومات وبارشة ايميلوات وبارشة توصيات عاليمين وعاليسار للناس الكل يلزمنا نكونو متصلين ناجعين عالاخر كيفاش نحسنو من نجاعة هذيه متاع الاتصال ساعة اول حاجة هالنجاعة متاع الاتصال مش انا اللي نقررها اما نشوفها لو كان وصلت الهدف متاعي معناها انا ناجعة ما وصلتش الهدف متاعي مهما تكون طريقتي في التواصل ومهما تكون قرايتي ومهما يكون صحة شاي اللي نقول فيه معناها يزمني نغير اسلوبي هذيه جورني بش نحكيلك على تنوع الاساليب في التواصل فاغيالي ستيل كومينيكاسيونال اش معناها تنوع الاساليب اكثر الناس عندهم نفس الاسلوب اللي يضحك ويعمل نكت يضحك ياسر 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 يعمل نكت ديما 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 ليني ولي طيح فكه يفكه اللي ديما معناه يقول العبيد بش يردوا بالهم ويحذر ياسر الناس اللي يخدموا معاهم يبدأ يحذر وردوا بالكم ويلزمكم 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 لين يدخل فيه معناه انتون بخوفيسوا غاليني ولي يتقلقوا الناس من هاو زاد هاو بشي جي توا بشي طايحلنا الماء في ركيبنا وهاو بشي جي بشي زيد يخوفنا مناش نقسين ولي يحكي حكايات يبدأ يحكي 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 في الحكايات لين يوصل لك التزويد متاع الحكايات ولي هاو بشي خرف عاد علينا قالكم عاود حكي لكم كالحكاية كلي كان في المدرسة الابتدائية ذاكا كلي كان يقرأ معا خوه وخو جماخر عاود حكي لكم لين ندخلو في نفس الأسلوب نوليو مملين بين الضفرين للناس اللي قدامنا ولا تنويع الأساليب في الاتصال حاجة مهمة يسر يا سيميا كانك أنتي تحب تكون ناجعة أكثر مثلا حتحدم الناس اللي يجيوك للغوفيو الديريكسون اللي أنتي تعملها ما يحب يكون قاعد ساعتين يخذ في دي نوت ويسمع فيك أنتي تحكي هو ساكرت الناس الكل يحبوا التفاعل يحبوا معناها أسأل سؤال أسأل ناس على أراءهم أعطيهم حاجات بش يعطيوك الفيدباك الناس الكل تحب الحكايات أحكي لهم على حريف شنية التجربة اللي مر بيها في عوض ما تعطيهم أرقام أكهو تنجم ساعة لساعة تبعث فيديو ولا توريهم فيديو قصيرة دقيقتين مش أكثر تنجم ساعات تحكي على تجربة التجربتك الخاصة ولا التجربة متاع واحد من الموجودين تنجم ساعات تحذر قبل هالاجتماع متاعك أنتي موانياج والتجربة من الحاضرين تنجم ساعات مش أنتي تعمل الانيماسون مش أنتي لتسير هالحوارة ذي أما تعطي لحد أخر من زمالك هو اللي حركوا هالحوارة ذي وهكيك تنوع شوية من الأساليب متاعك حاجة أخرى مهمة اللي مش الناس لكل عندهم نفس قناة التلقي المفضلة شنية قناة التلقي المفضلة لكلنا الحمد لله يا ربي كان هذا متوفر نشوفو نسمعو نشمو نذوقو ونحسو أما فما ناس حسيين أكثر معناها لازم حاجة ملموسة لازمهم تهبطهم لشان دو بخوديكسون تهزهم للبلاسة للمعمل ولا البلاسة اللي تخدموا فيها فما ناس معناها بصريين أكثر يزمك تطبع لهم تصويره توريهم فيديو توريهم باور بوينت فما ناس اللي هما أوديتيف ولا سمعيين أكثر معناها يحبوا النقاش والحكاية وإنك تسردلهم الأحداث بالفم وقد ما تنوع في هالقنوات هذية قد ما مجموعة متاعك الكل تكون ماشية معاك ومتحمسة معاك حاجة أخرى نبرة صوت مهمة ياسر معناها أنك تكثر شوية في الفوليوم ولا في الصوت لو كان ما سمعك حد ولا تنقص شوية هكاية لو كان كيف كيف ما سمعك حد تحط شوية ايموسيون وشوية عاطفة فيك الكلام اللي تقول فيه مثلا كان انت تحب تحمسهم يزمك تحكي بحماس ما تنجمش تحمس الفريق متاعك وانت تحكي بفطور وببرود ونفس الكلام وعا سلامة رو مهم ياسر أننا نبنيو ثيقة مع الحرفاء متاعنا اليوم على خاطر نحنا توى عنا لهذا مش معقول معناه نحنا مهم ياسر أننا نبنيو ثيقة مع الحرفاء متاعنا خطرة ذيكا رسمالنا وكل حماسة ذيكا متاعك بش يتعدى بش يتعدى بش يتعدى بش يتعدى بصوت بش يتعدى زادة بكل تنوع الأساليب متاعك وبش يتعدى بتنوع القنوات اللي بش تعملهم وان شاء الله ياسمية تجرب حاجة من الحاجة التذومة واني مشيت معاك كمل فيها اللي ممشيتش معاك مش لازم تكمل فيها وان شاء الله دي ما متقلقين ترجمة نانسي قنقر